السلام عليكم كنتمنا تكونوا كلكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في قناة عالم منال ومرحبا بالناس اجداد اللي ينضموا للقناة كنتمنا ان شاء الله يعجبكم محتوى ويعجبكم الفيديو اللي كنشارك معاكم اليوم كان اقترح عليكم واحد الحالة ولا واحد تحلية ولا واحد دساغ اللي يساهل بزاف وفكرة زوينة الشهر رمضان الكريم اللي يدخلوا علينا بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا ان شاء الله من بعد الفطور ولا حتى من بعد العشاء ولا في الصحور كيف ما قلت لكم فكرة زوينة بزاف وساهل ماهل ما كي ياخدش الوقت بزاف وما فيش مقادر بزاف كانتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو حتى الاخير وكانتمنى لكم مشاهدة ممتعة غادي نحتاجوا جوج بيضات بحرارة المطبخ نديروهم في واحد البول ونضيفوا لهم ستة الملاعع كبيرة ديال السكر ونضيفوا لما كانش عندكم الخلاط الخلاط اليدوي الكهربائي قدروا تستعملوا العادي اليدوي غادي نضيف هنا واحد ساشي ديال فانيليا وكنخلطوا الخلاط مزيان حتى كيولي لنا بحال هكذا كيف ما كتشوفوا كيتضاعف الحجم ديالو كيولي اللون ديالو مائل للبيض ثم نضيف الزيت بالنسبة للزيت عندي هنايا اربعات الملاعع كبيرة باش زوين هاد الكيك المقدار ديال الملاعع ماشي بالقرام وكي يجي خفيف بزاف لابد تشوفوا النتيجة في الاخر هنايا غادي نحتاج سبعة الملاعع كبيرة من عصير البرتقال تقدروا تعوضوه بالحليب إلا ما عندكمش وغادي نضيف ثمانية ديال الملاعع من الضحيح الابيض اللي ديجا نخلطو يعني ديجا منخول مغربل كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نضيف ثمانية في نفس الوقت سافي وغادي نخلط بواحد الاسباتول بهالطريقة هادي من الفوق الى تحت كيف ما كتشوفوا معايا حتى كيتجانس لنا الخالط مزيان وغادي نضيف خمارة واحدة ونخلط بنفس الطريقة وغادي نضيف خمارة كنت تشوفوا من الضبدة ونرشوه بشوية ضعي هنا استعملت هذك المول اللي كيتفتح هنا في هذه الأثناء سنشعلنا الفورن درجة حرارة 180 سنشعل لها غير لتحت بوحدوثة نحس بها بدأت كطيب ونشعله حتى الفوق وكيف لا تشوفوا الطبقة الكيك رقيقها شوية يعني ركا طيب بسرعة لا تتعطلش بزاف والفورن نعود ثاني على حسب الدرجة يعني إلا كان خفيف 180 درجة كان شوية قيل ميتين درجة هنايا غدي نمشي باش نوجدو الكريمة غدي نحتاج فلن بنكهات الكراميل بوزن 45 ولا 50 جرام عندي هنا واحد دسخ دي الكراميل السكر على حسب الرغبة اللي بغيتو وعندي هنايا كريمة باتيسياغ اللي هي الكاسترد إلا ما عندكمش حضروا تعاوضوها بالناشا اللي هي ماي زينة وعندي هنايا القرقاح القرقاح اللي هو عين الجمل قطعتو طريفات صغار تقريبا شي 50 جرام ولا أقل على حسب الكمية اللي عندكم وبالنسبة للحليب عندي لتر إلا ربع تقريبا كنا ناخدو واحد الكسرونة كنا ندرو فيها الحليب نضيفو السكر أنا غنضيف هناي ثلاثة المعالق حيتي عزي زالية الحاجة تكون شوية زايدة في السكر تقدروا تنقصو تقدروا تزيدو على حسب الرغبة ديالكم وغادي نضيف أدك الدسر ديال الكراميل نضيف 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 جوج معالق كيف ما قلت لكم تقدروا تعاوضوها بماي زينة اللي هي الناشا ناشا الدورة صافيك نخلط مزيان في الاخير غادي نضيف الفلون الفلون هو الجيلي في واحد دول كيسميه الجيلي صافيك غادي نضيفو كيف ما قلت لكم هاد الفلون ونخلطو مزيان باش ما يتحببش لينو في هاد الأتناء أنا ركنت سنة الكيكي طيب الكيك ديالي شوفو كيف شجارة طيب كي يجي خفيف كيف ما قلت لكم مزوين هاد الكسرونة ديال الكريمة غادي نضيفوها فوق نار تكون متوسطة مع التحريك المستمر كان بقاو نحركو حتى كتبدا تتقالينا الكريمة ديالنا الخالط كي بدا يتتقال وملي كي وصل درجة الغلايان ركي تتقال بمرة كيف ما كتشوفو كي ولي كي ولي بحال ها كده تفقيل كان جيبو هادا كالقرقاع وكان ضيفو عليه كان خلطوهم زيان صافيو كان ضيفو على فحم الكيكيك كيف ما قلت لكم تحلية سهلة بزيف ما كتحتاش الوقت بزيف وما كتحتاش مقادر بزيف وكتوجد بسرعة صافيو كان وضعو في تلاجة حتى كيبردلينا مزيان وكان نزينو بالطريحة اللي بغيتو انا بالنسبة لتزين اختارت صلصة الكراميل هاد السلصة ان شاء الله غادي نحاول نشاركها معاكم كجيزوينة وناجحة 100% وغادي نزين بالقرقاح كانتمنى يعجبكم الفيديو ان شاء الله وكانتمنى يعجبكم هاد القاطو لها التحلية وما تنسوش العجبكم ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة